موسيقى يامو بدي خبرك شغلة مشان ما تقولي اني عم خبي عنك احكي يامو ولا تخبي عني شي في شب الحارة ايوه شبك يامو لسه ما حكيت كل ما دغري بحلقتي عيونك فيني شبو الشب عم يدايقك شي يامو مو هيك الموضوع خليني احكي ولا تقاطعيني احكي عم اسمعك هذا الشب حباب كتير وآدمي عاجبني وبدو يخطبني وشو عرفك انه بدو يخطبك بصراحة وقفني وحاكاني وش لوش وش لوش يخرب بيتك معقولة انتي ولك ما بتخافي اذا هلأ عرف ابوكي رح يقيم ايامتك يامو انا ليش عم بحكي لك هلأ لانه انا وانتي لحالنا قاعدين وابي مو موجود لحتى يسمع هذا الكلام يلا يلا احكي عم اسمعيك الشب محترم كتير وأكابر يامو هو ما حكى شي برا الطريق قالي انه بدو يخطبني واني عاجبته هاي هي كل القصة وين عم تلتقوه بس ما يكون بالحارة وقدام الناس لا يامو برا الحارة مو بالحارة وانا وراجعة من المدرسة واقفني وحاكاني وعم تشوفيه على طول لا مو على طول وانتي شو قلتيلو قلتيلو البيت وبتعرفو واني عم بستنى وهالشب من عنا بالحارة بيكون ابنى للعقيد ابو النار يامو يالي عنا بالحارة هون ايه هيك لكان وشو اسمو هالشب اسمو يحيا وكتير ظريف يامو وهالشب شو بيشتغل وما بعرف يعني بصراحة انا سألته وهو قللي انه قلو فترة قريبة راجع من لبنان يعني يامو لسه ما شتغلش معناها صار لكم فترة ان تحكوا مع بعض لا مو فترة طويلة ابو يحيا تاكسر الصفرة يلا جاي جاي عندي يامو يلا بس لجيب ابريق الشاي ثانيا كيف يتدخل عليك؟ صباحك انا صباح انا صباح نور صباح الخير يا ابي الله يعافيك تسمو بالله بسم الله نعم تفضل تسم الله بسم الله فضل يا أبي هاتي كاسي لأخوكي جبك يا أبي ما تاكور بي بدي شورك بموضوع عم أطلع على شغلك خير يا أبي بدي أخطب عن جد عم تحكي يا أبي والله فرحتني بالخبرية هلا أنت عم تمزح معنا من الصباح لك لا يا أمي والله عم بحكي عن جد مين هي؟ تعرفها أخي؟ إيه إختي إيه شفتها أكتر من مرة بالحارة والله كتير عجبتني يا بي وما بديها تروح من إيدي بتكون بنته لأبو مصطفى وبتشتغل أنسة مدرسة أبو مصطفى ما غيره صاحب القهوة عنده بنت أنسة مدرسة هو بذاته شو قلت يا بي جب دول يا أبي الله يتمم على خير وإن شاء الله ألف مبروك يعني موافق؟ أكيد موافق يا أبي وبدي أفرح فيك اليوم قبل بكرة بيزن الله لكن شاء الله بتقبر عيوني ابني حبيبي رح يتجوز لا 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 لالاs فرح تلي قلبي يا اخي الله يتمم لك على خير وانشان الله الف مبرون طيب لبالك اختي لسه ما منعرف رأيه الجماعة حبيب بعد امك اللعن تبنه الساعتها بصير في يا حاك رجال وانشان الله يتمم على خير يا ميت اهلا وسهلا يا ام يحيى نوارتينه والله منوره وبرجيك انشاء الله انشاء الله متو اغزيني أنا أجيت لعنتك من غير موعد بعتذر منك ولو بتشرفينها أمتى ما بدك بصراحة أنا جاي بموضوع خاص جاي أطلب إيد المحروسة بنتك كرم لأبني يحيا قلنا الشرف يا أم يحيا بس متل ما بتعرفي الشور للرجال مظبوط كلامك يمكن تقولي عني مستعجلة شوي لأنه ما منعرف بعضنا بس ابني يحيا شافة للمحروسة بنتك وعشبته كتير إن شاء الله بيصير خير بس يعني ما شفتك قبل هيك بيها الحارة أنا أجيت من فترة كنت عايشة ببيروت والله نورتينا ونورت الشام كلها يا أم يحيا منورة بصحابك أهلا وسهلا خالب الله يسلمك خضل خضل يامو يسلم ويامو معناها أنت كرم قانست المدرسة اي نعم أنا إن شاء الله ما تبلي يا رب يا أرض حفظي ما عليكي إن شاء الله بتصيري من نصيب ابني يا حق خجلتي يا أم يحيا 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 أمي شو صار معي التمنيني خطبتلك يا هايامو بس ما في كلام لحتى يوافق أبوه عليك بس أبوه بيوافق يا أم يم وهك بيوافق وليش حتى ما يوافق ما رح يشوف أحسب منك رجال لبنته يامو ألف مبروك حبيبي ألف مبروك الله يبارك فيك يا أمي هيك لكان بعت أمه يخطبه بنتك وشو فيا يا رجال؟ فيا شو؟ فيا إنو بنتك وسخت سمعتها بالحارة وشلون وسخت سمعتنا بالحارة وهي لا حكت معه ولا بتعرفه؟ ولك ربيعة أنا شفته قدام الباب عم يستنها ولي على قامتي لك ولي على قامتك أنت وبنتك وهلأ شو بدي قول الجماعة؟ مالي موافق على واحد قليل ترباية كرام الحق بالحارة مش هنيحكي معها بس يا رجال ما في نصيب ربيعة ودباره وأبوه عندي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ومن شو بيشكي يحيا يا عمو؟ أبي ليش ما وافق عليه؟ يعني ما بتعرفي ليش؟ ما سمعت شو قال أبوكي؟ يا عمو صدقيني يحيا قصده شريف بعدين هو قدم كتير بس ما حلوة منه يوقف على باب البيت يستناكي لحتى ترجعي من المدرسة مظبوط بصراحة هو هذا غلطه بس يعني دخيلك يا عمو قليلي هلأ شو رح يصير؟ هلأ روحي نامي والصباح رباح يا عمو الله يخليك يا عمو حاولي تقني على أبي إيه؟ هلأ قلتلك روحي نامي ما حلوة يصحى أبوكي ويشوفنا قاعدين عم نحكي بسيرته أمرك يا عمو أمرك يلا أهلين عمي بمصطفى لا بيت أهلين وسهلين بأخي أبو مصطفى شريف لا أهلين ولا سهلين أبو النار غير شو فيه؟ اسمع يا أبو النار معك جمعة واحدة وبترخل أنت وعيلتك من الحارة كلها شي غير شو صاير؟ متل ما سمعت ولا تخليني أغلط بحقك ليش أنا مش أغلط بحقك؟ ألا أغلطت ولا ما أغلطت ما عاد في حكي بين أتا بنوب ومتل ما قلتلك جمعة واحدة وما غير بدي يشوف وشك بالحارة كلها لك عم قل لك شو غلط في حقك؟ بالناس كلمة يا عقيد حارتك راح وكنا من أخوة الله بالله العلي العظيم ما مع هذا الأغلب علينا؟ والله ما بعرف يا أبي ما بعرف لكن لا يكون مقرومًا بعترف أن أمك اللي عندن على البيت مش هل تخطب بنته والله ما يعرف شو سير يا أبي والله ما بعرف لا وين بدنا نروح؟ وين بدنا نروح؟ لا تعصي لك ما حزر بنوب بنوب ما حزر بدي أنا إدرك الحارة لك ما فشار بس أنا اللي شفته من حرمته غير هيك يا رجال شو شفتي من حرمته؟ أهلت وسهلت فيني لو كنت أختي مو هيك دا كوزة أهلت وسهلت؟ انتي تبعرفين نقول وش هو اللي رجال؟ ولا عم تغشم حالك يا وفاة؟ والله ما بعرف شو بدي أحكي خالتي رجعي روحي لعنده بكرة واستفهمي شو القصة بركي بتقدري تعرفي جوزة شو قايل؟ شو رأيك؟ روح بكرة؟ لا لا تروحي وأنا بعرف شو اللي صاير موسيقى قال لي صار أنه أنا ما بدي أفضح حالي بين الناس وقول أنه كانت عم تحكي معه بالحواري بس هي ما حكيت معه؟ صدقني هالشي ما صار بنوب؟ لا صار صار موسيقى بس أنا ما حبيت أعرف منها شنو راح يطلع خلقها عليها وأضربها ويمكن تروح بين إيديه إذا اعترفت إنه كانت عم تحكي معه يا رجال ما صار شي من اللي عم تحكيه أبداً أنا مسادك شنو بنتك ما حكيت لكمو هيك؟ إيه ما حكيت شي ولا لازم أنت تعرفي منها بدون ما تقلك تعرفي ليش يا ربيعة؟ ليش؟ لأنه أنت إمه وأنا ما فيني أحكي معهم هيك موضيعاً ما استغفر الله العظيم ما استغفر الله العظيم لك الله ياخدني مش هنالتح منك ومن بنتك بايت الشارع عناك يا أبواتي يا هيا خلاص لاتلح عني إذا بدريت إذا بدريت يا هيا لا بتحكي معي إذا بدريت وكليش ما بدك تحكي معي؟ أبي شعفنا وعرف إنه عم نحكي مع بعض نعد لحقني الله يا هيا يا هيا يا هيا يا هيا شو كنت عم تحكين توبنتك؟ ما حكيت شي شو كنت عم تحكي معا؟ سألت إذا في شي بنا وبنا ونكرت كل شي قلته عنه هيك لك هيك؟ ونكرة بيعة هذا الشب أنا شفته واقف قدام باب بيتنا مشان هيك ما حبيته لا رح وفع عليه انتي حر أبو مصطفى لا تحبه بس هي موافقة ولك شو عم تقولي انتي؟ يعني كرام حاببته عم بتشوفه؟ المي عم تمشي من تحته وماني عرفان بشي؟ طوّل بالك يا رجال القصة مو هيك استغفر الله العظيم يعني لسه في كلام تاني ما قلت لي يا يا أبو مصطفى الشب ما حاكيها لبنتك شافته وشافها من بعيد واتفاجأت انه أمه أجيت وطلبت إيده وفرحت لأنه شافته شاب مهزب وابن عيلي آه ابن عيلي قلت لي؟ قول ما بدك تعطيه وخلص بس لا تنسى انه بنتك صارت فوق الخمسة وعشرين سنة واللي أدى اتجوّز وصار عنده أولاد ماشي ماشي الله يسر لك هالجواز يا ابنتي الله يسر